الهدف مأرب والمبرر نفطها فيما يظهر فإن الهدوء النسبي الذي يشهده البحر الأحمر شجع ميليشيا الحوثي على التفكير في فتح معركة جديدة مع الحكومة الشرعية حيث لوحت الميليشيا بتهديد النفط بمحافظة مأرب وفق تصريحات القيادي الحوثي حسين العزي الذي أكد إمكانية إيقاف عمليات إنتاج النفط بالمحافظة القيادي الحوثي قال إن النفط الذي يتم بيعه في السوق المحلية ويزود محطات الكهرباء في مناطق الشرعية سيصبح مهددا وبررت الميليشيا تهديدها للنفط مأرب بحرمان المناطق الخاضعة لها من حصتها النفطية مقترحة على الحكومة الشرعية استيراد النفط والغاز من الخارج حتى التوصل لحل حد تصريحات الميليشيا كانت عمليات تصدير النفط للخارج قد توقفت منذ نهاية 2022 بعد هجمات شنتها ميليشيا الحوثي على ميناء الضبط بحضر موت والنشيمة بشبوى وهو ما يفتح تساؤلا عن قدرة الحوثيين على استهداف النفط بمأرب وإجبار الحكومة على استيرادهم الخارج كما هي تهديداتهم بالنسبة لخصومها فإن تلويح ميليشيا الحوثي بإيقاف إنتاج نفط مأرب ليس سوى تأكيد على أنها لا تستطيع العيش دون نزاعات وصراعات ودون اكتراث لمصالح اليمنيين أو معاناتهم فانخفاض التصعيد العسكري في البحر الأحمر يجعل ميليشيا الحوثي تفتح معركة أخرى وجهتها هذه المرة مأرب والمبرر المطالبة بحصة المحافظات الواقعة تحت سلطتها فتح معركة مع مأرب عنوانها إنتاج النفط قد يكون محاولة من الحوثيين للهروب من استحقاقات التسوية السياسية الجادة وهو ما تؤكد عليه دائما الحكومة الشرعية التي تتهم الحوثيين بالمماطلة في قبول المسار السياسي العادل القائم على المرجعيات المتفق عليها المسار الذي حذرت الحكومة الشرعية على لسان وزير خارجيتها شايع زنداني من خطورة عدم السناده إلى شراكة المتساوية واحترام المواثيق الدولية وتخلي ميليشيا الحوثي عن الحرب والعنف العنف الحوثي الذي أضحى خطرا على اليمن والإقليم والعالم